الأمنية هناك تمكنت من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقد تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع فيسبوك بيتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات بتفيد أنه أثناء علاجهم عند أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطة قام بتتحرش بيهم لفظياً وطلب إرسال صور خاصة ليهم وكمان محاولة إقناعهم بممارسة بعض الأعمال المنافية للأداب وإقناعهم بأن ده نوع من أنواع العلاج النفسي الخاص بمرض الاكتئاب بالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلغات للجهات المختصة وعلى الفور قررت نيابة طنطة الكلية حجز الطبيب النفسي لحين ورود التحريات وده بعد مبشرة التحقيق اللي استمر لمدة 8 ساعات تقريباً لتأكد من البلغات المقدمة في حق الطبيب النفسي واللي كمان هددهم بالتشهير